ترحيل خزن القسري من وادي البقاع من قبل الجيش اللبناني أجبرها على البدء بحياة جديدة هنا في مخيم الحكومية في أطراف مدينة الرقة السورية خزن تقول إن بطاقة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تحملها وعائلتها تمتد صلاحيتها إلى سنة 2024 لكن السلطات اللبنانية لم تعترف بها حسب قولها داهمنا الدرك اللبناني الجيش اللبناني داهمنا الساعة 4 الصباح صارت الولاد تبكي والنسوان تصرخ حطونا بهالمكبات وعلى حدود السورية رمونا ووضعنا رجعونا للصفر إن مصاري أكلوها جينا وسكننا بخيم من قش عشرات السوريين الذين رحلوا قسرا من لبنان برفقة خزنة وصلوا مؤخرا إلى هذا المخيم ويشتكون من سوء أوضاعهم المعيشية قوات النظام السوري اعتقلت بعض الشبان فور وصولهم بدعوة إنهم مطلوبون للتجنيد الإجباري لكن عائلاتهم هنا تخشى الإدلاء بأية تصريحات خوفا على حياتهم تطالب الأمم المتحدة بفتح ممر إنساني بين لبنان ومنطقة شرقي نهر الفرات لتسهيل عودة الراغبين من اللاجئين السوريين إلى بلادهم يوجد لدينا 17 عائلة في مخيم الحكومية هم أتوا من لبنان وبالعشرات يتواجدون بالمدينة أو بالأرياف من أهالينا اللي أتوا من لبنان قامت الإدارة الذاتية بالمبادرة لتجهيز موقع لهؤلاء الأهالينا السوريين في محافظة الرقة الأمم المتحدة تؤكد ترحيل أكثر من 700 لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم خلال العام الجاري فيما ترى الولايات المتحدة إن مسألة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مرتبطة بوجود حل سياسي وإنه يجب أن يكون قرار العودة بأيدي اللاجئين أنفسهم في إطار ظروف مناسبة لذلك منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة اللبنانية بإيقاف عمليات الترحيل القسرية ضد اللاجئين السوريين وحمايتهم من الإجراءات التمييزية والمداهمات التعسفية وتطالب بزيادة كمية المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في لبنان لا سيما ما يتعلق ببرامج إعادة التوطين والمسارات البديلة لمساعدة الدولة اللبنانية التي تمر بأزمات سياسية واقتصادية هيبار أثمان الحرة من أطراف مدينة الرقة الشمال السورية